وصفة اليوم عبارة عن زمك مقرمش لعشاقة القرمشة القلي في اسماك والخضروات لكم طبق اليوم طبق صحي بلدة المقليات نحتاج لهذه الوصفة لسمك اي نوع متوفر من استعملت الدرعي الصغير قمت بغسله وتنظيفه جيدا اربع ملاعق من الكزبرة والبقدونس عصير ليمونة حامطة ملعقة كمون ملعقة بابريكا او فلفل احمر نصف ملعقة ملح استعمل في العادة الهاريسة لكن سأستعمل الابزار لعدم توفرها نصف ملعقة نصف ملعقة من الكركم يمكن استغناء عنها ملعقة من الزعتر الجاف وثلاثة فصوص من التوم مبشورة نمر لطريقة تحضير نضيف التوم على الكزبرة والبقدونس ثم الزعتر الجاف الملح الكركم اختياري الفلفل السود الكمون البابريكا او الفلفل احمر الحلو عصير الليمونة الحامض نخلط المكونات جيدا نقوم بتسبيل السمك الشرمولة المحصل عليها عندما انتهينا من تسبيل السمك نتركه في اناء مدة الساعة على الاقل حتى يتشرب كل النكهات بعد فترة نحضر سميد القمح او الضرة وزيت الزيتون نضيف مقدار ربع كوب من زيت الزيتون على السمك نقوم بتمرير السمك في السميد نحضر نحضر آنية للفرن مفروشة بورق الزبدة المدهون بالقليل من الزيت او الزبدة ونرس السمك نحضر آنية للفرن درجة درجة حرارة متوسطة الى مرتفع بعض الشي هذه النتيجة المحصل عليها سمك مقرمش وكأنه مقلي العشق القرمشة واللده طبعا بالنسبة للخضر المقرمشة نفس الشي نحتاج الى بطاطس وبدنجال فلفل الوان وقرع أخضر نقوم بتقطيع الخضر الى عصيات بهذا الشكل نفس الشي بالنسبة للبادنجان اشتركوا في القناة كذلك الامر بالنسبة للقرع الأخضر الفلفل الأحمر الفلفل الأصفر والفلفل الأخضر الآن نقوم بتتبيل الخضر نحتاج الى قصة من التوم مفروم نفس ملعقة من فلفل الأزود ملعقة من الكمون ملعقة من البابريكا أو الفلفل الأحمر ملعقتين من الكذبرة والبقدونيس ملعقة صغيرة ملح وربع كوب من زيت الزيسون ولا شابلير أو مسحوق الخبز المحمس نضع في إناء زيت الزيسون نضيف الملح الكذبرة والبقدونيس البابريكا أو الفلفل أحمر الحلو الفلفل الأسود الكمون والتوم نخلط العناصر جيدا نتبيل خضر بهذه التسبيلة أو الشرمون نحضر مسحوق الخبز المحمس نقوم بكسب الخضر بمسحوق الخبز المحمس نحاول أن نضع نفس النوعية الخضر في كل صف حتى في حالة نجها حالة طهوها ممكن إزالتها أن نفس قصيدة الخضر تطبخ بنفس الوقت حتياطا فقط لاحظوا كيف أضع صف من كل نوع من الخضروات الآن ندخل إلى فرن متوسط الحرارة بعد رشها بالقليل من زيد الزيتون لاحظوا لاحظوا متحصل عليها هذه عصيات البدنجان هنا الفلفل الألوان تصمع البطاطس القرع الأخضر هكذا حصلنا على وجبة غداء صحية مئة بالمئة رفقت طبق الخضروات سواء السمك المقارمش بتشكيله من السلطات المغربية مهلبية وعصير رمان هناك الفصولية بالسلطة الحمراء أو اللوبيا ثم صلصة طماطم صلطة الشماندار صلطة الجزار صلطة الخيار الزيتون المشرم المغربي مائدة صحية مئة بالمئة وقبلوا على ما وجده مرحبا بكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله لا تنسوا دعمنا في أمان الله